بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وعلى أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أهلا بكم أعزائي الطلاف في درس جديد يتناول توزيع المعاينة للتباين وتوزيعي مربع كاي وتوزيع F توزيع المعاينة للتباين Sampling Distribution of the Variants توزيع المعاينة للتباين بيقولي إذا كان عندي S تربيع بتساوي مجموع X ناقص X بار تربيع مقسومة على N ناقص واحد تمثل تباين عينة عشوائية حجمها N مأخوذة من مجتمع متوسطه ميو وتباينه سجما تربيع وعزمه الرابح حول المتوسط هو ميو أربعة فإن ميو S تربيع أي متوسط تباين العينة بيساوي سجما تربيع بيساوي تباين المجتمع الأصلي سجما تربيع لS تربيع أي تباين تباين العينة بيساوي ميو أربعة ناقص سجما تربيع على N ناقص واحد باللاحظ مع بعض هنا أن المتوسط والتباين يختلف عن المتوسط والتباين لمجتمع التوزيع الطبيعي لذلك بيقولي أن الاستربيع لا تتوزع توزيعا طبيعيا لاختلاف المتوسط والتباين حتى وإن كان المجتمع الأصلي طبيعيا ولكنها تتوزع بتوزيع قريب من التوزيع الطبيعي وذلك لقيم إن الكبيرة يعني إذا كبرنا حجم العينة ممكن أن يقترب شكل التوزيع من التوزيع الطبيعي إلى أنه لن يكون توزيعا طبيعيا أما إن كان المجتمع الأصلي يخضع للتوزيع الطبيعي فإن المتغير يخضع لتوزيع يسمى توزيع مربع كاي أو كاي سكوير بعدد درجات حرية يساوي إن ناقص واحد أي أن إن ناقص واحد في إس تربيع على سجما تربيع تتوزع أو تتبع توزيع كاي تربيع بدرجات حرية إن ناقص واحد هذه القيمة ليست مضروبة في كاي تربيع إنما هي تعني أن درجات حرية توزيع مربع كاي هي إن ناقص واحد توزيع مربع كاي بيعتبر من التوزيعات الهامة في الإحصاء التطبيقي وابتقع قيم هذا المتغير أو هذا التوزيع بأكملها في النصف الموجب لمحور إكس أي حد من أبنائي حيكتشف أو حيلاحظ أن القيم هنا تربيعية وبالتالي لم تنتج عندي قيم أقل من الصفر إنما القيم جميعها ستكون أكبر من أو مساوية للصفر كأقل قيمة منحنة هذه الدالة سيكون غير متماثل ويعتبر من المنحنيات موجبة للتواء يقل للتواء وبالتالي يقترب من التماثل كلما زادت درجات الحرية نيو اللي هي إن ناقص واحد كما يوضحها الشكل التالي في شكل ده اللي تكسافت الاحتمال لتوزيع مربع كاي بنشوف إن درجات الحرية كي بتساوي واحد كي بتساوي اتنين كي بتساوي تلاتة أربعة خمسة الخط الأول في كي بيساوي واحد بنجد إن التوزيع شديد للتواء ناحية اليمين كلما زدنا درجات الحرية أو زودنا الكي عندي نجد إن التوزيع يقترب من التماثل حول قيمة معينة يصار ويمين التوزيع بيكون متشابهين إلا إنه يجب ملاحظة أن التوزيع يبدأ من الصفر لماذا؟ لأنه يقع ناحية يمين محور الـ X أي في النصف الموجب فقط لمحور الـ X ولا يأخذ أي قيمة سالبة بنعني بالتماسل هنا التماسل حول قيمة معينة وليس التماسل حول الصفر كما شاهدنا في توزيع T أو التوزيع الطبيعي ملحق خمسة في المرجع المستخدم في المقرر بيوضح لي جدول توزيع مربع كاي بدرجات حرية مختلفة ومستويات معنوية أيضا مختلفة في المثال واحد بيقول لي وجد قيمة كاي تربيع بدرجات حرية نيو بتساوي 14 والتي تكون المساحة على منها بتساوي 1 من 100 هنبص مع بعض كده على الجدول لنكتشف معا كيف نقوم بعملية البحث عن درجات الحرية وعن مستوى المعنوية درجات الحرية كنا نبحث عن نيو بتساوي 14 ودرجات حرية 1 من 100 هنبحث أسفل عمود 1 من 100 هنجد أن القيمة بتساوي 29.1412 نعود مرة أخرى للمثال فعلا القيمة 29.1412 كتكملة دقيقة للرقم الموجود في الجدول في المثال الثاني بيقول لي وجد قيمة كاي تربيع لحجم عينة إن بتساوي 25 والتي تكون المساحة على منها بتساوي 5 من 100 إن بتساوي 25 أنا عارف إن درجات الحرية هي إن نائس 1 لتباين العينة وبالتالي هنبحث عن درجات حرية بتساوي 25 نائس 1 أي 24 أسفل القيمة أو ألفا بتساوي 5 من 100 تعالوا مع بعض الروح كده للجدول حنذهب إلى القيمة 24 أسفل 5 من 100 نجد أن القيمة بتساوي 36.415 نجد أن القيمة بتساوي 36.415 50 فعلا زي ما شفنا في الجدول